حمدا ندخل به في حصنه من شر الشيطان وأذاه ومداخله ووسواسه وصلى الله وسلم على من حصن أمته بهديه وتذكيره وتنبيهه وتعليمه حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وعلى تابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كان الحديث في المجلس الماضي قد انتهى بنا إلى الأخذ بمعرفة الموازين التي نميز بها بين الخواطر فنميز بين خاطر الخير والشر وأنواع خواطر الشر لندفعها بما يتناسب معها وأنواع خواطر الخير لنتلقاها بما يليق والأدب مع المصدر الذي تاتي عنه وختم المجلس الماضي في تمييز بين خاطر الخير الحقيقي وخاطر الشر الذي يأتي في صورة الخير ليوقعنا في شر أشد منه أو ليفوت علينا خير أكبر منه إنسان جاء وخاطر الليلة هذه سأقوم الليل كله لله تعالى وجاء استجاب في عجلة دون تأني ونشاط دون خشية وأمن دون خوف وعمل عن العاقبة وقم وسارة وبدأ يصلي 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 إلى الساعة الرابعة الرابعة والربع بقيت عشر دقائق عشرين دقيقة على أذان الفجر نام إلى أن طوعت الشمس وذهبت عليه صلاة الفجر فاته شيء وكان أفضل من صلاته طول الليل لا شك وليأثم في هذه الحالة لأنه نام وانغلبه الله أكرم من أن يرد إنسان بات طول الليل يصلي له سبحانه وتعالى لكن فاته خير أكبر لأن إدراك الفجر في جماعة أفضل من قيام الليل نعم أفضل من قيام الليل وهكذا على كلين لعلك من المجلس الماضي والذي قبله إلى الآن ابتدأت تخاطب نفسك في شأن الخواطر بالمناسبة قبل أكثر من خمستعشر سنة تقريبا كان الدرس عن الخواطر مع بعض إخواننا من الطلاب كنا نقرأ في منهاج العابدين لحجة الإسلام الغزالي ولما جاء عند ذكر الخواطر وجرى شرحها قيد الشباب كتبوا المسألة ففجأت بعدها بشهر أو بشهرين أحد الشباب صمم برنامجا على الحاسوب تدخل عليه الخاطر يسألك أسألة شيء فشيء فشيء إلى أن يوصلك هذا خير أو شر ومن أي مصدر جاء كان في تلك الفترة لا يزال بدايا لا أدري هل طوروه الشباب أو لا لكن هذا ملمح إلى ما يمكن أن يعمل في نشر هذا العلم بيننا نحن بحاجة اليوم في سيرنا إلى الله إلى إحضار هذا العلم فيما بيننا إحضاره على مختلف المستويات في الجامعات في المدارس في السوق في المسجد في تعاملاتنا في خروجنا في رحلاتنا دعونا نتذاكر مع بعضنا البعض في مثل هذه المعاني التي تعيننا في سيرنا إلى الله عز وجل إذا جلستم مع بعضكم في مناسبة في خروج في دخول على البحر في الجبل تذاكروا في شيء من هذه المعاني إذا أعطى الله عز وجل أحدكم مكنة إما في برمجة أو في غيرها يفكر في كيفية خدمة هذه المعاني من كانت لدي مكنة إعلامية أي أن كانت وظفوا إمكانياتكم في إحياء هذا العلم بين الأمة لأنه روح الدين عليه مدار ارتقاء أمتنا الأمة عندما ربى أعداد منها نور الدين زنكي بالقرب من هذا المكان في جبل قاسيون على إحياء علوم الدين كان خريجوا هذه المدارس أمثال صلاح الدين الأيوبي وجيش صلاح الدين الأيوبي الذين فتحوا بيت المقدس الأمة بحاجة إلى تثوير علم السلوك السير إلى الله عز وجل حديثنا في هذا المجلس عن مداخل الشيطان أجارنا الله تعالى وإياكم منه نحن اتفقنا أن كيد الشيطان ضعيف الله أخبرنا إن كيد الشيطاني كان ضعيف واتفقنا أنه يدفع بالذكر فما الحاجة إلى الخوض في تفاصيل مداخل الشيطان نحن بحاجة إلى ذلك لأن هذا يعطي الإنسان التبصر بنفسه هو الشيطان ذكرت الله خنس لكن الشيطان من أين يدخل عليك والله لو لا ظلمة النفوس لو لا أمارية النفوس بالسوء لو لا حظوظ النفوس لو لا أمراض القلوب ما استطاع الشيطان أن يدخل يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى حالة الشيطان لا يستطيع فيها أن يوسف بسله نعم ممكن الدليل؟ الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ليفرق من ظلك يا عمر ما هو فقط الشيطان يعجز عن اللعب بقلبك والوسوسة يخاف من ظلك يشرد يهرب من ظلك وقال صلى الله عليه وآله وسلم إيهن يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره أي أن الشيطان لا يقوى على أن يقترب من ذات قد امتلأت بهذه المعاني من النور ومن علامات أصحاب هذه الدوات أنهم لا يأمنون جانب الشيطان طيب الشيطان لا يقدر أن يقترب منهم نعم هو لا يقدر أن يقترب منهم لأنهم قد هذبوا أنفسهم رقّوها لله عز وجل أيضا هم لم يأمنوا جانب الشيطان كان يذكرون عن إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به لما كان في سكرات الموت كان أصحابه من حوله عندما يرون السكرات تأخذ به يرددون حوله لا إله إلا الله السنة عندما يحضر أحدكم عنده محتضر أن يردد عندما اسمعه لا إله إلا الله لا يقول له قل قل لا إله إلا الله لأن كرب الموت وشدة الموت تجعل الإنسان قد يستثقل أحيانا كلام الذي بجانبه فتكون قد آذيته إذ جعلته يستثقل لا إله إلا الله في آخر عمره لكن رددها على مسمعه فإن نطق بها أسكت تكتفي أن يكون هذا آخر كلام فإن نطق بشيء آخر كرر لا إله إلا الله على كل كانوا عند أحمد بن حنبل فكانوا يقول له لا إله إلا الله فسمعوا يقول لا ليس بعد ليس بعد إمام السنة أحمد بن حنبل يقول له لا إله إلا الله وهو في سكرات الموت لا ينطق بها يقول ليس بعد فأخذه مجوم خافوا قلقوا طلابه وأحبابه ففتح عينيه بعد أن أفاق قليلا وقال هل كنتم تقولون شيئا؟ هل كنتم تقولون شيئا؟ قالوا نعم كنا نقول لا إله إلا الله وكنت تقول لا ليس بعد قال أما وإني لما كن أكلمكم ولكن إبليس أعاذنا الله منه قد ظهر لي وهو عاض على إصبعه يقول أفلت مني يا ابن حنبل يريدني أن أعجب بنفسي فألقى الله على العجب يقول أفلت مني يا ابن حنبل فقلت له لا ليس بعد أي ما دامت الروح في الجسد فلا يمكن أن أأمن هذا المكر هؤلاء أصحاب النور الذي لا يستطيع الشيطان أن يلجي إلى قلوبهم هم من أكثر الناس تنبها وتحذرا وحيطة انتباها من مداخل الشيطان لهذا نحن بحاجة إلى معرفة مداخل الشيطان أولا لنفقه كيف نستعيذ بالله منها إذا لاحت ثانيا لنعرف أنفسنا صدقوني لا يقوى الشيطان على التاثير على إنسان إلا بقدر السوء الذي في نفسه هو نفس الإنسان بقدر النقص الذي فيك الشيطان يستطيع أن يصل إليك وكلما ارتقيت كلما ضعفت فرص الشيطان معك لكنه يحاول أن يدقق في الحيال له ما ميأس الشيطان مدامة الروح في الجسد مدامة الروح في الجسد